الإرادة هي أن تقف وجها لوجه في تحدي الظروف والواقع والضعف واليأس وأن تبدو أكثر إسرارا على التحدي والتقدم البناء فصاحب الإرادة يصنع أضعف قدرة لديه ومهارة قوة والقوة جبارة تمكنه من التواصل والوصول إلى غايته وهدفه في هذه الحياة فالإرادة والعزيمة هما الأمل في الغد والعمل في الحاضر والتقدير لما كان في الماضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أهلا وسهلا بكم يا أغلى مشاركاتي في قناتي وأهلا وسهلا بالمتتبعين الجدد اليوم جيتكم فيديو جديد عن مشاريع مصغرة كنت ديجا خدمتهم حبيت نشاركهم معاكم واللي هما طابليات العرائس وأيضا طابليات لكل مرأة عروس في بيتها نتمنى أنهم يعجبوكم وما تنسونيش باللايك والتنبيه الجرس مع التعليق الإيجابي فضلا وليس أمرا وفرجة ممتعة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر